السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنشرح لكم هذا الجهاز الصغير وهو الذي أعجبني وأحبت أن أقوم بشرحه لكم هذا الجهاز عبارة عن روتر كما تشاهدون روتر متنقل طبعا الحال سأقول لكم ميزتي وسأقول لك عيوبة حتى إذا كنت تولد أن تقتنيه فبعد تجربتي ثلاثة أيام نشرح أن هذا الروتر ما هو دوره لأن بعض الناس ربما جديدة في هذا المجال ولا تعرف هذا الروتور فعوض أنك تقوم بإدخال الانترنت يعني داربوكس فاشتري هذا عن صحك بهذا لماذا فأقول لك لماذا داربوكس نحن نعرف أنه صنفيل بدون سلكي لكن فيه مأخر الكهرباء وهذا يعيقك أنه يجب أن يكون في المنزل لكي يقوم بتثبيتي على الكهرباء لكي يشغل معك هذا الروتور الصغير المتنقل فهو فيه إضافة جميلة جدا وهو أنه بدون أن يتصل بالكهرباء يمكنك أن تلبيه في أي مكان أنت مصافر أنت في الغابة في مكان يعني ما يمكنك أن تتصل بالانترنت بدون أن يكون أي مأخذ للكهرباء طبعا هذا الروتور الصغير يأتي بالكيبل لكي تقوم بعمله الشحن وكما نقوم بفتحه لكي نشاهد البطارية الفيار البطارية هي التي تمكنه من أن يبقى تمانية ساعات متصل يعني بالكهرباء كما نشاهد هذه البطارية يمكنك أن تقوم بإنزعها وشراع البطارية أخرى تشاري ثلاثة أو أربعة لكي يدوم معك في وقت طويل كما نشاهد هنا اسم تبيلينك تبيلينك هي شركة معروفة وهنا المطبس الخاص به أنت بعد ما تقوم بشراعه يعني يعود أن تقوم بشراع داربوكس أنا هذا كاقتراح مني أنت تشاري داربوكس وهو نفس الشيء ولكن يعني هو جهاز متنقل جيد لكن يجب أن يتصل بمأخذ التهرباء لكي يشتغل معك هذا العكس أنه يمكننا فقط وضع في بطاقة سيم قبل أن نقوم بفتحه نقوم بعمل لا كونتاكت على الهاتف يعني تقوم بتحميل هذا التطبيق لكي يتصل معه مباشرة أن يبحث عنه بعد ما سيتصل به أعطاني هذا هو جهاز اسم M7200 هناك رواتي الأخرى لدي متنقلة كهذا الرسول فهو جيد لكن هذا تمانه 1000 درهم وهذا تمانه أخذته ب600 درهم سأترك المرابط في أسفل هذا الفيديو إذا أحببت أن تقوم باقتنائه هنا يعطيك البطارية كم استخدمتها 16 جيجا وأشياء أخرى يمكنك تغيير تغيير name password إذا غير ذلك وهو 4G كما تشاهد ببطاقة اتصارات يمكنك أن تقوم بإضافة أي بطاقة تريد طبعا الحال نقوم بنزع البطارية هذه هي البطاقة التي وضعت لأنني اتشاركت مع كل يعني على حسب المكان يعني في بعض الأحيان أورانج تكون أفضل بعض الأحيان لا تكون إنوي أفضل إلى غير ذلك تضعنا البطاقة أوكي بعدها تتصل بالإنترنت بشكل مباشر وهو يقوم بتوزيع الإنترنت على الأجهزة يمكن أن يتصل عشرة أشخاص فقط عشرة وهذا جيد يعني عشرة يعني عشرة أجهزة في نفس الوقت في السرعة 150 ميجا بايت وهذا جيد البطارية ثمانية ساعات عم أطلق كما قلت لكم ثمانية ساعات هنا كنت مسافر فهذا جيد تضعه في الجيب وتقوم بالاتصال بالإنترنت بدون الحاجة لما أخذ الكهرباء كالرواتر الأخرى فبلا أنا أخذته يعني شاهدت أن داربوكس يعني الرتور داربوكس يعني نفسه نفس هذا الجهاز يعني ليس هناك أي فرق لهذا أحببت أن أخذ أنا هذا يعني لكل مهوس يجب أن يتوفر على هذه الأجهزة لماذا؟ لأنه تتنقل وأنت في نفس الوقت متصل بالإنترنت بدون أن تحتاج إلى مأخذ الكهرباء هذا هو الجهاز الذي قلت لكم ستجعلنا الرابط في السلطة الفيديو إذا أحببت أن تقوموا بإقتناء وهناك جهاز آخر هو هذا لكن هذا ثمانه ألف ديرهم أيضا 4G إن شاء الله سنشرح أجهزة أخرى نفس الشيء هناك بطارية وهناك بطارية وهناك بطارية وهناك كود ويفي إلى غير ذلك نفس الشيء تقوم بتحميل ذلك التطبيق لكي تأخذ معلوماته إضافية لكي تقوم بتغير ما تريد كما نشاهد يعني صراحة أنا أعجبني هذا الرتور لأنه رخيص نوعا ما ويعني جيد يعني كقد الغراض كما نقول يعني أنت داهب في مكان ما ومتصل بالإنترنت بدون أن تحتاج أن تقوم بتعبئة يعني الهواتف دائما تقوم بتعبئة 10 دراهم 20 درهم يعني وتنفد معك يعني هذا لا هذا يعني تقوم بإدخال كارت سيم الخاصة بالاشتراك في الويفي ويعمل معك هدف الأمر إن شاء الله في كل في كل أسبوع سوف نشارك معكم أجهزة جديدة لكي تعمل بها هدف الأمر لا تنسى الضغط على الزر لايك وليما لا تشارك في قناة ناقلات الشروع لكي تتوصل بكل جديد دمتم في أمان الله